بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائسا قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائسا ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين فجابر بن عبد الله رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة بالقوم إذ أقبلت عير تحمل طعاما إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها وحتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا إذنى تركوا الخضوة وذهبوا يتعاقدون ويرون هذه السفقة فلم يتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من أولا النفر إلا إثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير ومن الله ومن التجارة والله خير الرازقين يبقى أيضا لا نسئ الظن بالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعلمون ذلك الحكم ما كانوا يعلمون ذلك الحكم حتى نزلت الآيات حتى نزلت الآيات وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يطلب دوما ما عند الله سبحانه وتعالى فما عند الله عز وجل خير من الله ومن التجارة يبقى لا ينشغل الإنسان بغير صلاة الجمعة يبقى في بيوت أذنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضو والأبصار رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه عندما ينادي المنادي للصلاة فلا تنشغل بغير الصلاة فينشغل الإنسان بإقباله على رب سبحانه وتعالى ينشغل بإقباله على رب سبحانه وتعالى فقال الإمام بخاريه رحمه الله إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة يبقى الجمعة بدأها الإمام بعدد ما وبعد ذلك لما رأوا هذه العير نفروا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا وإنما قصر الإمام بخاريه رحمه الله إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقية جائزة هذا الكلام طبعا لمن قال أن الجمعة لا تنعقد إلا بعدد ما قالوا بأربعين وقالوا بإثنى عشر كما باقي هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس هناك عدد محدد تنعقد به الجمعة لذلك قال العلماء تنعقد الجمعة بالإمام كخطيب وكذلك المؤذن وأيضا بعض الناس لكن لم يحدد لها عدد لحدد العدد قالوا أنهم بدوا بأربعين ثم تبقى ذلك العدد فمقصد الإمام بخاري العبرة بما بدأت به الخطبة من عدد فبدأوا بهذا العدد ثم رحل أو نفر البعض وتركوا الإمام أو الخطيب قائما فبقى معه إلا هذا العدد الصغير إلا هذا العدد القليل فتنعقد به الجمعة إلا هذا العدد عن عقد ابتداء ولا العبرة ببداية انعقاد الجمعة فكان الإمام بخاري رحل الله يقول إذا نغفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام باقيها جائزة إلا كأن العبرة بما بدأ بالعدد الذي بدأ به الخطبة ولكن ليس هناك عدد محدد كما نقول في صلاة الجماعة تنعقد بإمامه مأموم لا يعلم لإمامه مأموم وكذلك قالوا أن صلاة الجمعة البعض قال صلاة الجمعة تنعقد بخطيب ومؤذن وكذلك مستمى ثم ذكر الباب التالي باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها هل يترى في نوافل قبل صلاة الجمعة وفي نوافل بعد صلاة الجمعة معلوم أن صلاة الظهر يبقى لها سنة قبلية ولها سنة بعدية يبقى صلاة الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية أما بالنسبة لصلاة الجمعة كما قلنا دي أصل في يوم الجمعة ليست هي بدل عن الظهر ولكن في باقي الأيام يبقى خمس صلوات يبقى الفجر والظهر في يوم الجمعة يبقى خمس صلوات أيضا الفجر وكذلك الجمعة يبقى على ذلك ليست الجمعة بديلة عن الظهر ولكن معلوم أن لسان المعذور في ترك الجمعة يبقى بيصلي ظهرا يبقى صلاة الظهر في يوم الجمعة يبقى يبدل عن الجمعة يبقى في حق المرأة وفي حق الصبي وفي حق أيضا المريض أو المعذور الذي يعظر بطرك الجمعة يبقى تنعخذ عند ذلك ظهرا قال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ومقصد الإمام بخاري رحمه الله هل يطرى صلاة الجمعة فيها نوافل يبقى سنن قبلية وسنن بعدية كحال الظهر يبقى الظهر له سنن قبلية وسنن بعدية كما ورد في الروايات عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عن ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه يقول في ذلك في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرفه فيصلي ركعتين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين لنا النوافل الراتبة على الفرائد فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يبقى ده أساسا رواية عائشة رضي الله عنها تبين أن السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر أربع ركعات كما قالت عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينقل لنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهور ركعتين وبعدها ركعتين الظهور ليه سنة قبلية وسنة بعدين السنة البعضية لم تختلف الرواية بين عائشة وبين ابن عمر رضي الله عنهم لكن في السنة القبلية فعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهور ركعتين عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزور أربع ركعات قال قبل الزور ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد العشاء ركعتين وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف الجمعة ليس لها سنة قبلية هذا المقصد ولكن طبعا هذا يمنع الإنسان من الصلاة حتى يخرج الإمام كما بينا في الرواية السابقة أن من اغتسل في بيت غسل الجمعة ثم مس من الطيب ثم أتى إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له حتى إذا خرج الإمام جلس ينصت إلى الخطبة يبقى صلى ما كتب له يبقى نقول دي نوافل مطلقة وده أفضل ما تعمر به الأوقات يبقى لو أتى الإنسان مبكرا إلى المسجد ماذا يصنع بينا أن الشارع حسن على أن نأتي المسجد في ساعة مبكرة في يوم الجمعة وأن أتى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب داتجا ومن راح في الساعة الخمسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام طوت الملعكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر يطرط بالوقت هذا لما يتنسى مبكرا يبقى بيه أي طاعة إنساء الاستغفار الذكر القراءة القرآن ولكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وليس هناك ساعة في يوم الجمعة ساعة ممنوعة من الصلاة كحال باقي الأيام فذكرنا في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا من عندما تكون الشمس في كبد السماء أي في منتصف السماء يبقى بين المشرك والمغرف في المنتصف يبقى ليس هناك صلاة في ذلك التوقيت وأن جهنة تصعر في ذلك التوقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبة للجمعة يبقى على ذلك ليس هناك ساعة ممنوعة يبقى يصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصليها حتى خروج الإمام حتى خروج الإمام يبقى أفضل ما تعمر في الأوقات هو الصلاة ولكن لا يمنع من الذكر من الدعاء من الاستغفار من قراءة القرآن يبقى كل ذلك لا يمنع منه لا يمنع يبقى في التوقيت إزاي إحنا نستثمر ذلك الوقت يبقى أنا مش حياتي مبكرا إلى المسجد وأظلي صامتا كده لغاية خروج الإمام لكن ده وقت يستثمر يستثمر في الذكر أو في الصلاة في الاستغفار في الدعاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا كما بينا في الرواية السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم الجمعة فقال فيه ساعة وأن العلماء اختلفوا الساعة دي منين من أي توقيت فيه اللي قال من بداية الفجر وفيه اللي قاله الساعة قبل المغرب مهمة يبقى في يوم الجمعة فيها الساعة وبالتالي ترى موقع الساعة دي لم يحدد لها موعد محدد يبقى تركت مبهمة قلنا حتى نكتهد حتى نكتهد يبقى من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس ونحن نكتهد في مسألة الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وقائم أن يصلي يسأل الله تعالى يبقى هو قاطع وقته من أجل ذلك الأمر يبقى على ذلك لو أتى نساء مبكرا يبقى عندك الدعاء بصفة عامة يعني حتى لو قلنا ندي الساعة قبل المغرب يبقى بعض العصر هي الساعة التي تكون قبل المغرب يبقى لا يمنع أيضا الدعاء وقال ربكم دعوني أستجب لكم وإذا أفضل ما يتقرب بالعبد الرب سبحانه وتعالى للدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرصة أن الواحد يقتطى من وقته للدعاء وكذلك الذكر والاستغفار قراءة القرآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيعقد أيضا في نفسه نية الاحتكاف يعتكف في ذلك التوقيت والإنسان لما بيأتي إلى المسجد ثم هو لما بنتظر الصلاة هو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا مكث الإنسان فيه مصلاة ما أكمل إيكا يستغفرون له الله مغفر الله الله مرحمه ما لم ينصرف ما لم يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فيها تعمير المساجد يعني كيف تعمر المساجد يبقى حتعمر بوجود المصلين وبالصلاة بالذكر بالدعاء كل دهية أمور بتعمر بها المساجد فلذلك قال الصلاة بعد الجمعة وقبلها يبقى قبل الجمعة كما بيّن ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين يبقى فيه سنة قبلية بالنسبة للجمعة غير الظهر سنة قبلية سواء قلنا كان يصلي ركعتين أو أكثر من ذلك لكن دي سنة قبلية في الظهر لكن بالنسبة للجمعة ليس لها سنة قبلية ولكن لها سنة بعدية كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين يصلي ركعتين في بيت الصلاة بعد الجمعة وقبلها يبقى قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة بعد الجمعة يبقى فيه سنة راتبة كما قال وكما بيّن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه إرواية ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى فإذا قدرت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون دايما ننتبه كده أن الآيات لما بتتكلم عن الطعاة يا أيها الذين أمنوا إذا نهدي للصلاة والجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظروا الباية ننتبه كده وأنا مقبل على الصلاة وأنا بنأتي إلى المسجد المطلوب لا نشغل بغير الصلاة لا نشغل بغير الطعاة لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عالك عندنا ذلك الموقف وإن الإنسان ممكن بيفكر ممكن بيتذكر بعض الأحداث الماضية عشان أنقطعنا هذا الأمر كيف أصنع قال صلي صلاة مودع صلي صلاة الدعاء يعالج لنا هذا الموقف فلا أفكر خارج المسجد يبقى تفكيري حيبقى داخل الحيز ده يبقى إزاي أنا أستثمر هذه الأوقات لا أصلي صلاة عسى أن لا أصلي صلاة بعد هذه الصلاة يبقى أنا على ذلك هكتهد اجتهادا بارغا لإخراج الصلاة في صورة كاملة وتمة وفي أحسن صورة وهيئة يبقى ليه؟ دي آخر صلاة حنصليها فلو عقد ذلك في نفس الإنسان هنجد منه الاكتهاد والإقبال على رب سبحانه وتعالى ولا يفكر خارج هذا الحيز يبقى لا يفكر ما فيش مجال ما فيش وقت أفكر أفكر خارج الحيز ده نقول ليه؟ لأننا خلاص عقد في نفسي أنني لعلي لا أدرك وقتا آخر فلذلك يبقى وانا بنقبل على الطاعة يبقى على ذلك تغلق باب الدنيا تماما تغلق ذلك الباب ويقبل الإنسان بكليته على رب سبحانه وتعالى طب بعدما انصرفنا من الطاعة بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى احذر أن تنقطع عن ذكر ربك سبحانه وتعالى فإذا قدر الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغلوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا يبقى الذكر الدائم كده يبقى مع الدنيا ما تنساش أمر الآخرة الدنيا لا تنسى الإنسان أمر الآخرة ولكن على ذلك تكون مقبلا أيضا على ربك سبحانه وتعالى إذا بيسعى للمعاش ولكن مع ذلك لا ينقطع عن ذكر ربك سبحانه وتعالى ونجد كده هذا الكلام لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد دايما التأكيد مش على الذكر فقط ولكن على كثرة الذكر وهذا ما يعرف به المؤمن المنافق يعرف بقلة الذكر المنافق يعرف بقلة الذكر يبقى لما بيقبل على الصلاة ترأوا كسلانا وكذلك لا يذكر الله إلا قليلا ده حل المنافق يبقى باذكره بس لا يذكر الله إلا قليلا لكن بالنسبة للمؤمن حترى كثرة الذكر ولا نقصد بالذكر ده اللي هو ذكر الإنسان فقط ولكن الإنسان بيكون ذاكر رب سبحانه وتعالى وأنه لأنه ده أنا المطلوب أن تنضب السلوكيات الإنسان بناء على هذا المنهج سواء كان في البيع في الشراء في التعامل مع الناس أو غير ذلك لا تنس أبدا ذكر رب سبحانه وتعالى مش نقص بقى ذكر الإنسان فقط ولكن أنا كمسلم مطالب بالتطبيق لشرع رب سبحانه وتعالى يبقى سواء كنا في العبادات أو كنا في المعاملات خلق الإنسان سلوكيات الإنسان لابد أن يكون منضبطا على ما تعلنه من شرية ربنا سبحانه وتعالى فيبقى على ذلك إقبال العب ولذلك قال الإمام بخاري رحمه الله بقى قول الله تعالى في إذا قد الصلاة فانتشر الأرض وبتقوى من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتهم فئة فاثبتوا واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون دائما هنجد يعني الذكر مش عبارة عن الذكر لا ده هو حياة المستبت تكون كلها ذكر الله سبحانه وتعالى يبقى في وقت إن كان هناك وقت فراغ الإنسان يعمر ويستثمر ذلك الوقت بذكر رب سبحانه وتعالى يكسر من الذكر يكسر من الاستغفار من الدعاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا عندنا أذكار يعني كثيرة جدا سواء مطلقة أو كانت أذكار موظفة يبقى أذكار مطبطة بأفعال مثلا أو أوقات وأذكار مطلقة بصفة عامة يعني يكسر إنسان من ذكر رب سبحانه وتعالى من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بس يبقى مستحضر لمعاني هذه الأذكار حتى يحيى القلب وكذلك يحيى بدل النسان وجوارح الإنسان يبقى الجوارح أيضا بتستمتع بالذكر الله سبحانه وتعالى يبقى لا يستمتع قلب العبد فقط ولكن الجوارح ذاتها بتستمتع بالذكر ربها سبحانه وتعالى لما الأذن كده تستمع إلى الذكر أو إلى القرآن غير الأذن التي تستمع إلى الغناء أو الموسيقى يعني تستمع جوارح الإنسان أيضا بتتأثر يعني جوارح الإنسان بتتأثر كما قال لنا ربنا سبحانه قال بالذكر الله تطمئن القلوب طمئنية القلب حتى تجد السكون في الأكان والجوارح سكون يبقى أفلاح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع القلب ده بيتكلم على خشوع الجوارح أيضا يبقى خاشعة سكنة لربها سبحانه وتعالى فدائما كده نعرف أن الذكر يبقى بش عبارة عن كلام بأردده باللسان فقط ولكن تتأثر به جوارح الإنسان جوارح الإنسان بتتأثر وذكرنا قبل ذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما بينا أن الطعالها أثر على الإنسان وكذلك المعصية الطعال لها أثر على وجه الإنسان وعلى قلب الإنسان وعلى بدن الإنسان وعلى رزق الإنسان وعلى علاقة الإنسان بالخلق والمعصية كذلك يبقى الطعال لها أثر والمعاصي أيضا لها أثر وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تأتون من قيامة غر المحجرين من أثر الوضوء يبقى أثر الوضوء يترك هذا الأثر هذا الأثر يبقى نأتي يوم القيامة غر المحجرين وده العلامة التي تتعرف النبي صلى الله عليه وسلم خلاه على أمته وكذلك سيمان في وجوه من أثر السجود لما يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يميزون ويعرفون بذلك سيمان في وجوه من أثر السجود يبقى السجود والطاعة بيظهر أثر تلك الطاعات على وجه الإنسان وكذلك على بدل الإنسان كذلك على قلب الإنسان وعلى رزق الإنسان وعلى علاقة الإنسان بالخلق فقال الإمام بخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فإذا قد الصلاة فأنتشرف الأرض وابتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحهم وذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال كانت فينا إمرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كانوا جمعة تنزع أصول السلق فتجعلوا في قدر ثم تجعلوا عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعاقه وكنا نتمنى الجمعة لطعامها ذلك أيضا في رواية عن سهل رضي الله عنه بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة إذا ذكر كده فإذا قد الصلاة فأنتشرف الأرض وبتغه من فضل الله وبتغه من فضل الله فبيذكر سهل رضي الله عنه قال كانت فينا تجعى أربعاء في مزرعة لا سلقان يبقى على كده حفت المكان المزرعة وعلى يعني هذا النار بتجعل لهم طعام يبقى بعد من صرفهم الجمعة يأتون إليها ثم يأكلوا فكان إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر يبقى ده نوع من أنواع كده البقول نوع من أنواع البقول فكانت تجعلها في قدر وثم تجعلها قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه يعني العرق أساسا هو العظم اللي بيكسى لحم ده سنة العرق عرقا سمينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نصالل سلط الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا تمنيهم الجمعة لطعامها ذلك إما كانت يعني كانت بتخدم على هؤلاء الطعيم بتخدم على هؤلاء فهي أمرأة بتصنع الطعام وده طبعا خير خصى الإسلام طعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما كان المرأة دي صنعت لنفسها دور تنتظر يوم الجمعة هي وكذلك أيضا لا ينتظر الجمعة تنتظر يوم الجمعة حتى تقرب لهم طعاما وأن صنعت نفسها دور ولذلك سهل رضي العنو بيذكر أن هذه إلى أمرأة المرأة إما كانت تصنع لهم ذلك الطعام فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعا كنا تمني أول جمعة لطعامها ذلك إما كانها أمر متكرر صنعت لنفسها دورا تنتظر هؤلاء لما ينصر هنا الصلاة وبالتالي على ذلك تأتي لهم بذلك الطعام إما صنعت لنفسها دورا دور إحنا ممكن لا ننتبه إليه لا ننتبه لذلك ولكن هي وكأنها يعني أرادت أن تفاعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير خصار الإسلام إطعام الطعام بغض النظر بقى عن نوعية الطعام خير خصار الإسلام إطعام الطعام وكأنها تشبثت بهذه الرواية يعني إنسان ممكن يتشبث برواية يعني خير خصار الإسلام إطعام الطعام أن تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف يعني نقول الأبواب مفتوحة وأبواب كثيرة لكن أصنع نفسك دورا يبقى فيه طاعة فيه رواية كده نفعل هذه الرواية ماذا صنعت المرأة كانت تقدم لهم ذلك الطعام وكانها تنتظر الجمعة حتى تصنع لهم طعاما ثم تقرب لهم طعام وكما قال سهل أيضا رضي الله عنه فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعاق وكنا تمنيهم الجمعة لطعامها ذلك هذا أمر متكرر ماذا صنعت المرأة كل ما فيها استمعت الرواية ثم فعلت الرواية فصنعت لنفسها دورا كما بينا قلب ذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد ماذا صنعت صنعت نفسها دورا يبقى الرواية استمعت إليها تشبست بها وعلى ذلك فعلت هذه الرواية فكانت من أهلها يبقى الإنسان ممكن يكون من أهل هذه الرواية أن يفعل الرواية في واقع حياته أيضا كما قال سهل رضي الله عنه وما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة لذلك بواب الإمام بخاري رحمه الله الباب التالي باب قائل بعد الجمعة فقال في رواية عن أنس رضي الله عنه كان يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل أيضا في رواية عن سهل رضي الله عنه وقال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ثم تكون القائلة يبقى كانت القيلولة قبل صلاة الظهر وأنه ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فاح جهنم يبقى كان بيرحلوا الظهر وأنه حتى الظل وأيضا يعني تنكسر الحرار حالة شمس يعني نوعا ما فيبقى كانوا يقيلون قبل الظهر لكن بالنسبة للجمعة كانوا قيلولة بتكون بعد الجمعة طب ليه كانت القيلولة بعد الجمعة يعني لماذا كانت القيلولة بعد الجمعة قلنا لأن الجمعة قبل الجمعة فيه أعمال يعني فيه أفعال فما فيش وقت أبدا للقيلولة طب صلاة الظهر إحنا بنبدأ الصلاة من الظهر يبقى قبل الظهر ده فيه وقت كده تحرم فيه الصلاة كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه ده ما تكون الشمس في نكبة السماء لكن يوم الجمعة مختلف تماما يوم الجمعة مختلف يبقى كانت القيلولة قبل صلاة الظهر حتى لو لم يوردوا بالظهر يبقى قبل الظهر قلنا لأنه ما فيش أعمال يبقى صلى الظهر وانتهى فقبل الظهر كده بقليل بيقيل طب في يوم الجمعة ما كان يقين إلا بعد الجمعة لأن قبل الجمعة فيه استعدادات يعني فيه استعدادات الاغتسال والرواح مبكرا أيضا إلى المسجد الشريح حس على ذلك حس على ذلك الأمر وبالتالي كانوا مقرب كذا أو كذا يبقى حس على الاتيام مبكرا إلى المسجد وكذلك الاغتسال ويلبس أحسن السياب ويمس من الطيب كل دي كانت أعمال بيتهيئ خلال صلاة الجمعة فما كانوا يأكلون ولا يقلون إلا بعد الجمعة ويبقى ده الأمر لناسة بالأمر قلنا على أساس أن قبل الجمعة الأوقات دهيت يبقى ليست أوقات مقطوعة عن الجمعة ده أوقات متصلة بالجمعة في مسألة الرواح مبكرا وكذلك الاستعداد اليوم الجمعة من الغسل وإصابة الطيب إلى غير ذلك ذلك عقد الإمام بوخيرين حالله قال باب القائلة بعد الجمعة إذا كانوا يقلون قبل الظهر لكن بالنسبة للجمعة ما كانوا يقلون ولا يأكلون إلا بعد الجمعة قلنا ده يناسب ما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من فضاء اليوم الجمعة وكذلك الاستعداد لذلك اليوم وهذه ترجمة باب القائلة بعد الجمعة ده آخر الأبواب التي ترجم لها الإمام البخيرين حالله تحت كتاب الجمعة ثم بينتقل إلى الكتاب التالي وكتاب الخوف قال الإمام البخيرين حالله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخوف أي صلاة الخوف ثم عقب أولى الأبواب قال باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم دناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينة وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فيذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتيت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا دناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعدى للكافرين عذابا مهينة ثم ذكر رواية عن شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوزينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي لنا فقام الطائفة معه تصلي وأقبل الطائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع نفسه ركعة وسجد سجدتين فبيتكلم عن صلاة الخوف صلاة الخوف وكيف شرعت هذه الصلاة وكيف اداء صلاة الخوف صلاة الخوف اداء الصلاة هيئة الصلاة بتختلف عن صلاة الطمأنينة عن الصلاة اللي احنا بنصليها صلاة الأمن يبقى دي صلاة الأمن والطمأنينة يبقى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة يبقى دي صلاة الطمأنينة أو صلاة الأمن كما نصلي يبقى معروف الركوع والسجود وفي السجود احنا بنمكن الجبع من الأرض لغير ذلك ولكن بالنسبة لصلاة الخوف اللي هيئة بتختلف يبقى هاية الأداء بتختلف وبالتالي أيضا هذه الرواية بيستدل بها على عظم صلاة الجماعة على عظم هذه الآية والرواية بيستدل بها على عظم صلاة الجماعة ودي من الأدلة التي استند إليها العلماء على وجوب صلاة الجماعة كما ذكرنا من تبويب الإمام البخاري رحم الله قبل ذلك وجوب صلاة الجماعة قال باب وجوب صلاة الجماعة يبقى واجبة على الأعيان على المكلف الحر المقيم يبقى كل ذلك كما بينا وإن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر يبقى يأسم يبقى ده بناء على الترجمة قال باب وجوب صلاة الجماعة يبقى وجوب صلاة الجماعة يبقى إلا أصحاب الأعذار يبقى المرأة ليست مكلفة بذلك الصبيل ليست مكلف بذلك المسافر المريض لكن بالنسبة للمكلف البالغ الحر المقيم يبقى البالغ الحر المقيم يبقى ده أساسا يبقى مكلف صلاة الجماعة لو كان مريضا يبقى معذور في ترك الجماعة فمن ترك الجماعة بلا عذر يبقى يأسم بناء على ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة من ضمن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة الآية والحديث ضمن الأدلة على وجوه صديقة مع الآية لأن دي صلاة خوف صلاة خوف ومع ذلك لا يصل فرادا ولكن يصل أيضا خلف إمام كما بيّنت الآية وكما بيّن ابن عمر رضي الله عنهما في كيفية أداء صلاة الخوف وكانت تؤدى مع الإمام وأن الجيش بينقسم إلى طائفتين طائفة تصلي ركعة مع الإمام ثم تنصرف وتأخذ مكان الطائفة التي لم تصلي تأتي الطائفة التي لم تصلي حتى تصلي الركعة الثانية مع الإمام صرف الإمام يبقى هذه الطائفة الثانية تأتي بالركعة اللي هي فاتت وبعدما يصلون يبقى تأتي الطائفة يبقى يأتون ويحتلون مكان الطائفة الأولى الطائفة الأولى تأتي ثم تصلي الركعة الثانية يبقى هذا صلاة الخوف صلاة الخوف هتختلف يطرى هما في مواجهة العدو ولا يعني العدو ليس في مواجهة هؤلاء في مواجهة العدو هل العدو يطرى في اتجاه القبلة ولا في عكس اتجاه القبلة يبقى يواجهون العدو لكن العدو ممكن يبقى في اتجاه القبلة وممكن يبقى في عكس اتجاه القبلة يبقى يطرى هنجد أن صفة الأداء يبقى تختلف حسب وجهة العدو هو في اتجاه القبلة ولا لا يبقى نقول أن الجمهور أن المسلمين في القتال يبقى يوجهون العدو والعدو في اتجاه القبلة يبقى هم بيوجه العدو وحتاجت وجههم إلى القبلة يبقى لها أداء غير لما يكون العدو في عكس اتجاه القبلة يبقى أيضا لها أداء إزاي يكون تؤدى الصلاة في كل صورة من هتين الصورتين فبتأتي افتدح بالآية وبعد ذلك سنى بالكلام حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وصف كيف أداءها النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع عن الكلام ذي الله سبحانه وتعالى لمرة قادمة كي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن